عبد الحميد جلاسي المعروف بالرجل الثاني في حركة النهضة يستقيل من الحركة استقالة لن تكون كغيرها من الاستقالات التي عرفتها النهضة بحسب متابعنا لأنها أتت في ثمن انطلق فيه التفكك البنيوي للحركة تفكك برز في الصراعات الداخلية وفي محاولة التموقع صراع استنزف الصورة الرمزية للشيخ بعد الانتقادات اللاذعة التي أطلقها جلاسي وعلانه أن الحركة ليست ديمقراطية في داخلها الحركة فاخدت بصمتها التغييرية في تقدير أن هذا غلبت المعتمة التأمين ربما الذاتي والدخول منها في الدولة هذه ليست أول استقالة في الحركة الحركة ليست سجنة الحركة إطارة للعمل الوطني في من يدخل فيه من يخرج شريحة كبيرة داخل الحركة دعت بعد استقالة جلاسي إلى ضرورة عقد المؤتمر السنوي للحركة لإعادة هيكلتها محذرة من استمرار نزيف الاستقالات مع مساعي بعض القيادات إلى ثني جلاسي عن قراره محاولة وأن نجحت في إعادة الرجل إلى أحضان الحركة تأتي متأخرة فالنهضة وفق مراقبين قد تلقت ضربة موجعة بنص استقالة جلاسي الذي جردها من كل قداسة وكشف حدة خلافاتها الداخلية وهيمنة عقلية الجماعة القديمة التي لا تزال تحكمها حركة النهضة إذا لم تلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية الداخلية وإذا لم تسيطر أو على الأقل هنا تحيد الانتهازيين من صفوفها فقد تلقى مصير أحزاب أخرى ربما تشققت استقالة جلاسي لم تكن الأولى وقد لا تكون الأخيرة فقد سبق أن قدمت قيادات من الصف الأول استقالتها من الحركة احتجاجا على سياسة الغنوش وانفراده بالرأي في تسيير الحركة ومن أبرزها زياد العذاري الأمين العام للحركة جدل كبير أثرته استقالة القيادة في حركة النهضة عبد الحميد جلاسي التي أسهمت في أحداث المزيد من التوتر داخل الحركة وكشفت عمق الخلافات والانشققات في صفوفها سميح البغانمي تونس المياتين